السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من الموسم الثاني من بودكاست كاف يا مرحبا بالحبيب محمد عياك الله عساكم بخير الحمد لله في اللقاء السابق توقفنا عند قوله تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وفي هذه الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى قصة أبونا آدم مع إبليس وعدم سجود إبليس لسيدنا آدم وعدم استجابة وامتثال إبليس لهذا الأمر الإلهي إبليس قال بعض الوعيد لبني آدم أو للإنسان بشكل عام أو لآدم وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ولما أنا حاول أنظر إلى هذه الآيات بعين التحذير الإلهي أو بعين أنه ليش الله ذكر هذه الآيات أو هذا الوعيد وأنا أفكر أنه مهم جدا أن أنا أتخذ هذه العداوة أنه هذا أمر الله سبحانه وتعالى لما قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو أبأ أفهم إيش الهدف اللي عندي إبليس لضرر أو لإلحاق الضرر أو للعداوة ما بينه ما بين الإنسان فقال إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين استجاب الله سبحانه وتعالى لإبليس في هذا الدعاء أو في هذا الطلب ثم قال قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وقال في موضع آخر يعني نحن نأخذ الآيات بشكل سريع بعد كده ممكن نشرحها أو نوضح كل واحدة فيهم في آية ثانية في سورة الحجر قال قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أما في سورة الإسراء يقول إبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا يقول الله سبحانه وتعالى ردا لإبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ويقول إبليس في موضع آخر قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين لكن كمان في آية مهمة يا حبيب أني بنتطرق إليها اللي لما كان في الجنة قال لسيدنا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لما نفهم شجرة الخلد وملك لا يبلى كيف الإنسان برضو يعني يستهوي هذا المعنى الخلد والملك وكمان في آيات ثانية يا حبيب نتطرق إليها اليوم مهمة جدا في القضية الإبليسية الكبرى لما قال يقول الله سبحانه وتعالى تحذيرا لبني آدم الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء فكأن إبليس هذا شغل الشاغل كمان الأمر بالفحشاء والوعد بالفقر وفي آيات في سورة النساء كان في قول من أقوال إبليس وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا وآخر أو باقي آيتين كمان مهمة إذ قال للإنسان كفر فكأن هذه مهمة دائما ما يحفز أو يدعم الشيطان فكرة الكفر نعم وأخيرا قول الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبيين هذه الآيات لو نبنقول أختصرت القضية الأساسية أو القضايا الأساسية أو أقدر أسميه المنهج الشيطاني في العداوة الإنسانية أو في العداوة مع الإنسان نبنى تطرق إلى هذه الآيات نشرحها بالتفصيل عشان الواحد مننا يفهم إبليس بيشتغل عليه هي ما هي مسألة تأخير عبادة أو تعجيل أو تعجيل أو تسويف لا المسألة فيه قضية كبيرة شغال عليها إبليس تفضل يا حبيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن واله أنت طبعا ما شاء الله استعرضت مجموعة من الآيات ومجموعة من القضايا وكلها لا شك أنها متداخلة لكن نذكرها بالتدريج نعم فأول مسألة مسألة عقدة إبليسية وهي أحد العقد الإبليسية ونحن قلنا أننا سنتكلم عن عقد إبليسية الداخلية النفسية التي هي أسباب هذه المعصية والمخالفة لله سبحانه وتعالى الاستكبار وكون إبليس كذلك كان قد رفع إلى مكان عالي وكان بلغ إلى مستوى من السيادة وإلى مستوى من الرئاسة كان يسمى برئيس الكروبيين وكان له صولة وجولة في العالم الأعلى فكانت هذه الرئاسة وهذا المنصب الذي كان هو يطمح له واستغرق فيه غافلا عن الله سبب من أسباب عدم قدرته على تحمل أن يكون هناك من يأتي من بعده ثم يكون أفضل منه أو يكون مسيدا فوقه وسيدا فوقه فلذلك هذه العقدة تنامت في نفسية إبليس ومن أحد عقده هذه التي تكرر ذكرها كثيرا في القرآن وأراد هو نفس المرض الذي عنده أراد أن يلبسنا إياه نحن الآدميين وهي قضية عقدة الخلود عقدة خوف الموت يعني في كل موضع من المواضع الآن أنت لما قرأت هذه العيات في كل مكان بعد أن ترد يعني بعد أن ترده الله وقال أهبطه وقال أخرج منها مذؤوما مدحورا وقال له أخرج منها فإن لك ألا تتكبر فيها كل هذا التوجيه الشديد قال أنظرني في الآية الأخرى قال أنظرني إلى يوم يبعثون يعني ما يبغي يموت إبليس يخاف الموت المؤمن ما يخاف الموت لأن الموت تحفة المؤمن سيقابل ربه الموت هو خروج من الحالة الضيقة إلى العالم الواسع الموت هو فرصة لقاء الله طب أنت في هذه الحياة الدنيوية بينك وبين الله حجاب أنت في مرحلة التكليف لماذا لا تريد أن تموت لماذا إبليس لا يريد أن يموت لأنه يعرف أنه سيفتضح لأن نهايته لأن ما بعد الموت يصير الباطن ظاهرا والظاهر باطلا الخلق بعد الموت تظهر حقائقهم يعني تكشف السرائر فيصير الإنسان متصورا بصورة باطنه ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي المتكبرون يوم القيامة على صور الذر فكل إنسان تكون صورته صورة باطنه الحقيقية فهذه الفضيحة هو يخاف منها فما يبغى الموت ولكن الله سبحانه وتعالى في كل موطن من هذه المواطن اللي يقول له أنظرني أنظرني إلى يوم يبعثون يقول الله سبحانه وتعالى إنك من المنظرين إنك من المنظرين إلى يوم الوقت معلوم من قال إلى يوم إلى يوم يبعثون يعني أنت ستموت لكن سأنظرك زمانا وعمرا طويلا والعمر الذي سيعيش إبليس هذا عمر بلاء عليه ونحن قصر أعمارنا رحمة بنا نعم خاصة أمة النبي محمد أعمارنا قصيرة وأوجرنا كبيرة والحمد لله رب العالمين لم تنظر إلى إبليس هذا في عمره الطويل وهو يحامل الهم والغم والنكد والكدر والعداوة والمشاكل والصراع يعني ما تفش لكن هذا من صخط الله ومن نقمة الله سبحانه وتعالى عليه هذه القضية التي عند إبليس وهي إرادة الخلود إرادة الدوام إرادة أن لا يخرج من حالته التي هي فيها عقدا من العقد التي ينبغي يتنبه إليها الإنسان الله تعالى يقلبكم الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شان يأتي الملكة من يشاء وينزع الملكة من شاء تعلم التسليم تعلم التأدب تعلم قبول السيادة فوقك الأنبياء سادتنا سادتنا تاجراتنا نحن خدام الأنبياء نحن تراب نعال الأنبياء لأنهم صفوة الله ما عندنا مشكلة فالذي عنده مشكلة معناة فيه على يوم لفحة إبليسية كما ذكرنا هذا في سورة الكهف سابقا نأتي إلى ما بعد هذه المرحلة أنظرني قال له أنظرتك خلاص يلا طولت عمرك قال فأعلن هنا أعلن العداوة البرنامج تبع طيب هو إيش دخلوا مسكين آدم يعني آدم دوب دوب لخلق ما سوا لك شيء ما سوابك شيء ما آذاك ما ضرك الله سبحانه وتعالى اللي قال للملائكة القضية فلهذا تعرف أنها عداوة مع الله في هذه الصورة هو عاد هو يعادي ربه سبحانه وتعالى هو عاد أمر الله ليس عداوة لمخلوق هي عداوة للخالق لكنها تمثلت في صورة المخلوق لا يستطيع كيف يعادي رب العزة هو لا يرى الله ولا يصل إليه ولا يبلغ شيء فلكن ظهرت عداوته هنا في محل الاختبار والامتحان فقال هذه الكلمات كلها وقال في آية الأوغوية لأقعدن لهم صراطك المستقيم يعني أنا جالس لهم بالمرصاد يعني أنت إذن يعلم أن هناك صراط مستقيم لابد أن تعلم نزار يعلم الناس أن إبليس علامة نعم إبليس حبر عالم كبير نعم عنده علوم عنده فهوم عنده مدارك عنده حس عنده ذكاء لكن هواه يتغلب على علمه وهواه يتغلب على عقله فاستعمل فصار العقل والعلم والحس الثاقب الذي عنده خادم لهواه هذه مصيبة إبليس ومصيبة المتأبلسين من بعده من البشر كذلك المتأثرين بمنهجيته فلما طرد أعلن هذه العداوة بهذه الأشكال يعني أنه دارس القضية عارف الصراط المستقيم وعارف الآدميين ما هي مداخلهم ومخارجهم وعارف من أين يؤكل الكتف كيف سيدخل على هؤلاء الآدميين يعني قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم يعني أنا جالس لهم أحرفهم عن هذا الصراط المستقيم وقال هنا مثلا في سورة الأعراف فبما أغويتني لأقعدن يعني إيش هذه قلة الأدع فبما أغويتني يعني يقول له إنت اللي استغفر الله العظيم إيش هذا الآن هو يلوم ربه ويعاتب ربه هذه قضية خطيرة جدا هذا المدخل خطير جدا والآن تسمع ناس بأذنك يقولون مثل هذا الكلام يقول لك مش كل شيء خلق الله شوف الآن طيب أنتو تقولوا أنه هو اللي قدر كل شيء أنه كل شيء مكتوب من قبل ما يخلقنا طيب هو اللي قدر علي الزنا هو قدر علي يشرب طيب ليش عذبني طيب آه هذه قضية عقدية يعني قضية عقدية إبليس رسب سقط فيها شفت النتيجة حق إبليس ولا ما شفت النتيجة حق إبليس ولا ندخل نحن في أفلام هوليود وكذا إبليس هو يعني كان في الملأ الأعلى لكن الإله هو الذي أخطأ في حقه وتمرد ظلم هو تمرد إبليس تمرد لأنه طالب بحريته ما هو كلام الفاضي هذا طالب بحريته وخرج وتمرد ونزل إلى الأرض وتمكن وبدأ يصيغ مملكته وتمكن ما شاء الله يعني هذا هذا الكلام عجيب أين هذا التمكن الذي فيه إبليس فين شفتوه إبليس هذا متمكن ما الأقدار الذي قدرها ما التدبير الذي دبره يعني وهم مركب من وهم ولكن للأسف أن هذه الصورة الأكشنية هذه الحق الأفلام تجدها موجودة عند بعض الناس نعم وللأسف هي عندما فقدوا دينهم في العالم الغربي والشرقي بدأوا يتأثروا بهذه بهذه الروايات وبهذه التمثيليات وبهذه السموم التي دسها إبليس في وسطهم فصدقوا حتى مثل هذه الأمور لأن عندهم فكرة تجسيم كمثل اليهود وغيرهم ويتصورون أن الإله شيء كبير قاعد واحد كبير ضخم جالس فوق السماء فهو كرسي ضخم يعني هذه أشياء حتى أطفال المسلمين لا يتصورونها بهذا الشكل أصلا فتخيلوا أن إبليس هذا يعني تمرد وأنه الآن يعني سيعود كأنه دولة حاكم دولة كبيرة ولده ولا واحد من عماله خرج وتمرد وكون جيش بديل وبعد سبعين سنة ثمانين سنة قوي 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 وجاء وتغلب على الكرسي حق الملك وصار هو الحاكم يعني هذا ضرب من الجنون الذي تستغرب كيف الناس ممكن أن تصل كيف البشرية يمكن أن تصل إلى هذا لكن لما تسمع كلام إبليس الآن تعرف أنه ليس بغريب أنه هذا الاحتناك والتلاعب والإغواء والعبث بنفسية الإنسان وبعقله وبفطرته حتى يفسده من الداخل إفسادا كاملا يخمج من الداخل فلا تستغرب بعد ذلك أنه يصل إلى هذه الحالة فلذلك قال فبما أغويتني قال الأدب على ربه أنت اللي غويتني طيب أنا يعني إيش تكلمين فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم فيذكر الآن كيف أنه يعني يحيط بالإنسان ثم لآتينهم من بين أيديهم من قدامهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم هذا قال أن الشيطان يدور حول ابن آدم له مدخل من كل مكان قالوا لكن الشيطان ما يجيب الإنسان من فوق ما يأتي الإنسان من فوق حتى ذكر بعض العارفين أنه إذا جاءك وسواس فارفع بصرك إلى السماء وقل الله بنفس حتى ينقطع نفسك فإن ذكرك لله تعالى وأنت رافع لا يستطيع الشيطان أن يدخل إليك فيحترق وسواسه كما أن الشيطان لا يستطيع أن يدخل على الساجد في سجوده قالوا الشيطان أصلا لم يسجد وحرم السجود ولا يستطيع السجود ولا يستطيع الإنحناء والمؤمن إذا سجد يكون في أشد عداوة لإبليس إبليس أكره ما عليه السجود أكره ما على إبليس السجود ولذلك تجد الديانات المحرفة المحرفة ما فيها السجود اليهودية المحرفة اليوم فيها سجود ما فيها سجود النصرانية هل موجودة المحرفة اليوم هل فيها سجود ما فيها سجود لما؟ لأن من أهم أساسيات صناعي إبليس في الإنسان أن يمنعه ويحرمه السجود هذه القضية هو اللي يعني ما يعرف سويها والذي امتنى عنها ثم حرمه الله تعالى منها هي هذه المصيبة الكبيرة فهو كل مسلم يسجد يحرق قلب إبليس يذكره بمصيبته الأولى الأساسية ويحرق ضميره من الداخل فلذلك تجد هذه الديانات المحرفة ما فيها سجود أو سجود لغير الله اللي ما قدر يمنعهم من السجود خلهم يسجدوا لغير الله سبحانه وتعالى أصنام أمثالها من الطواغيت كما سماها الله سبحانه وتعالى الطاغوت فمسألة إحاطة الشيطان بالإنسان أي أنه يدور حوله وهناك سنأتي إلى الكلام في الآية التي ذكرتها وأجلب عليهم بصوتك وخيدك يعني الشيطان مجند جنود كامل ومجيش جيوشه ومتحرك بكل قواه التي الله سبحانه وتعالى مكنه منها لكن هنا في الأعراف قال هم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم ولا تجد أكثرهم شاكرين هنا علاقة الشكر بالصراط المستقيم علاقة مهمة لازم نربط ما بينهم يدل هذا أن الشيطان عالم والشيطان عارف وعارف المداخل التي تسقط الإنسان ولا تجد أكثرهم شاكرين كفر النعم أيها يعني أنني سأستدرجهم إلى الكفر ابتداء بكفر النعم يعني أولا سأجعلهم يكفرون نعمك وبعد كفران النعم سوف يعصونك وينسونك وبعد ذلك سيكفرون بك هذه أحد خطواته الشيطان له خطوات لا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان يعمل بخطط استراتيجية نتكلم عن ذلك الشيطان ما يجي الواحد قدامه يقول آه فلان أكفر ما يصير لكنه يستدرج الإنسان وسنتكلم عن ذلك عن بداية صناعة الكفر في الأرض نعم من بداية خروج آدم سنتكلم على هذا كما طلبت في قضية أبناء آدم وذرية آدم فقضية الشكر إذن قضية مهمة بالنسبة لإبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين أي أن من بدايات ما سأصنع بهم أنني سأنسيهم نعمتك وسأنسيهم أنك أنت المنعم فنسيان نسبة النعمة إلى المنعم بداية طريق الكفر اللي هو الإنسان ما ينظر إلى الله سبحانه وتعالى شكر النعمة نعم إن أنا أشكر الله على نعمه فكفر النعمة معناته أنا ما سنظر إلى الله صحيح فهذه بداية أن الواحد يصير عليه عمى من نظر إلى الرب سبحانه وتعالى صحيح يعني لابد الإنسان دائما علاقته بربه تكون متصلة غير منفصلة غير منقطعة والإنسان محاط بالنعم سواء البصر والنظر والكلام والأكل والشروع أو الألمال والولد وغيره النعم ما تنقطع على الإنسان لا طالما فيه نفس يحظو حتى بعد المرزة أو غيره فيه النعم ما تنقطع على الإنسان أبدا أبدا سبحانه فكون الإنسان يغفل عن هذه النعمة معناته خرج عن الصلاة المستقيم ولذلك كان نبينا محمد أكثر الخلق شكرا وحمدا وأمته الحماديين الشكارين يا الله واسمه محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك كثرة الحمد وكثرة الشكر لله سبحانه وتعالى تحفظ الإنسان عن مداخذ إبليس الخسيس بعد ذلك لما دخل الجنة وبدأ وظيفته سنتكلم عن هذه الله رد على على فخرج منها رد على قول إبليس أو وعيد إبليس قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما هنا ينزع عنهما لباسهما برضو أعتقد أنها من القضايا الإبليسية المستخدمة في العداوة الإبليسية نعم 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 سنتأتي إليها أنت يعني استبقت شوية قدامت لك الدعم قليل فيما قبلها هنا لما قال قبل ذلك قال فوسوس لهم الشيطان بعد أن أدخلهم الله تعالى الجنة قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين نعم شف يعني ابتدأ بمنهجية الغرور نعم ابتدأ بمنهجية الغرور معهم أول ما بدأ وسوس لهم لما بدأ لهم بالوسوسة ليبدي لهما ما أوري المواراة والإخفاء ما أوري عنهما من سوآتهما قدل ذلك على أن آدم في الجنة وحواء لم يكونوا يروا سوآتهم ولم يعني عوراتهم وأنه الجنة لا بول فيها ولا غائط نعم ما تحتاج تدخل دورة مياه ما في حمامات ولا دورة مياه في الجنة الحمد لله الحمد لله لأنها نعيم محب ما فيها ضرر الإنسان يحتاج لأنه يأكل وهناك أشياء غير نافعة فضلات فضلات زائدة وضارة الجنة ما فيها شيء مضر ولا فيها شيء تعب ولا فيها مغص ولا فيها قولون ولا فيها هذه الأشياء لهم حالكة الناس فلا لكن الشيطان يعرف أن يعني يريد أنه يريد أنه نتعب يعني لهذا حتى في الدنيا بيبقى الشيطان يعني يترصد الإنسان بنصب وعداب يعني يحب اتعاب الإنسان وإرهاق الإنسان ولذلك كثير من الأمراض لها علاقة بالشياطين لها علاقة بالجن لها علاقة بالحسد لها علاقة بالسحر كثير من الأمراض التي تصيب الناس فهو حريص على هذا ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما كذلك يعيدهم يعيدهم إلى بشريتهم الضعيفة حتى يتمكن أكثر من الدخول عليهم فهو الآن يعني يشتغل حتى على قضية تكوينهم نفسه أنه يبغى يردهم يردهم إلى البشرية الآن لما آدم خلق ثم رفع إلى الجنة إيش هذا نورانية كان أمس كما قلنا في الحديث الذي في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان كان يدور حول آدم فلما رأاه أجوفا قال عبد أجوف قال مخلوق أجوف لا يتمالك يعني ضعيف عندي مدخل عندي سيطرة عليه فلما طلع إلى الجنة إذا آدم في الجنة صعب عليه تكينون أخرى في الجنة لا تبدو سوآتهم لا في بول لا في كذا فيبغي يرده إلى حالته الأولى فاشتغل على هذه القضية بالوسوسة وبدأ بالغرور وقال ما نهاكم ربكما عن تلكم الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين أرادهم أن يعيش الغرور اللي هو مغتر فيه مش هو رفع إبليس من الجن ولكنه رفع مع الملائكة خلاص حسن بنفسه من الملائك يا أخي أنت منت ملك أنت بر اقبل التكريم الذي كرمك الله به ما يبغى فهذا الواقع الذي عاشه يريد أن يعيش في آدم ويعيش في حوة وأن يدخل إلى أذهانهم أنكم أنتم غريب يعني أكيد ما نهاكم الله عن هذه الشجرة إلا في شيء أنتم يعني فيكم خصوصية أنتم فيكم ميزة يا أما أنكم ملائكة يا أما أنكم لأنه ليس لهم ليس لهم صورة مشابهة آدم وحول حالهم ما في في الكون هذا لهم شبيه يعني إبليس له الجن أشباهه والملائكة كثير هذا هو لنفرين ما في هذا النوع غير موجود فكأنه يقول لهم أنتم إيش النوع أنتم نوع يعني أنتم ملائكة أو أنتم أصلا يعني من الخالدين وليش هو يقول لكم هذه الشجرة لا تأكلوا منها إلا أنه أنتم أكيد يعني فيكم خصوصية ومن هذا النوع من الخطاب الذي فيه شيء من الغرور لواحد ما يبغي يضحك عليك ولا يبغي يحتال عليك إيش يسوي يمدحك ويظهر محبتك ولا لا نعم يا نزاري أخي أنت إنسان مع شي طيب ويتقرب لك ويخدمك هذه أحد صناع إبليس الخطيرة أنه يتودد يتودد للآدميين وأنه يخدم الآدميين مقابل أنه يعني ينتهز يتملك الإنسان يريد أن ينتهز الفرصة التي سيوقعك فيها هذه خطة من خطة إبليس المتكررة دائما في الخلق دائما في الناس أنه إبليس هكذا يتدرج بالإنسان وينفخ راسه على قولهم يكبر راسه حتى يدخل إليه الغرور لأن الإنسان إذا اغتر خلاص تجوف انتفخ فصار إبليس يعني يستطيع أن يعبث به لأن لحظة الغرور لحظة الكبر لحظة الشعور بالسيطرة لحظة الشعور بالتمكن تفقد الإنسان عبوديته وذلته وانكساره وتوكله وتفويضه ورجوعه إلى الله ولذلك من نعم الله على العبيد الضعف الذي هم فيه لو لا الضعف لكنا نتكبر لو لا الضعف لو لا أقول دائما لو لا أن الإنسان يكبر في السن ويبدأ يذبل جسده قليلا قليلا لبقي متكبرا تخيل لو يصير عمرك ثمانين سنة وانت بنفس قوة عشرين ما كن يعني لو يعني يمكن لو كان الآن أنا في سني هذا ونشاطي وقوتي زي عمري عشرين سنة ما كنت سوي معك المقابلة تلاقينا بيتشتكي ما ديش اسمه هذا في البحر الآن تنطنط هناك لأنه يعني فورة الشباب قوية جدا نعم لكن لما تبدأ تشعر ركبك آذيك بطنك القولون ما أدري ويالله الدول حبة السكر وحبة الضغط وحبة كذا تبدأ تعرف أنك في العد التنازلي فتستعد وتتعدب وتنكسر لربك سبحانه وتعالى فإبليس أولا داخلهم بالغرور وزاد ذلك وقاسمه ما حلف لهم كما قلنا أنه ابن عباس قال آدم محوى لم يكن يتصور أن أحدا يكذب بإسم الله ويحلف كذبا نعم فزاء فدلاهما أي أنه فدلاهما بغرور استعمل طريقة الغرور هذه أحد منهجيات إبليس الخبيثة التي تلاعب بها وتشتغل على هذه القضية وهي قضية الخلود وفي آيات أخرى تكلم كما ذكرت عن شجرة الخلد وملك لا يبلغ لا يبلغ يعني قريب شوف العبث كيف يعني في البداية يقول لهم ما نهاكم عن هذه الشجرة إلا أنكم تكونوا خالدين أو ملكين بعدين يجي يقول لهم آه هذه هي شجرة الخلد يعني قضية الخلود مهم موجودة في رأس عدم أول دخلوا قضية الخلود في رأسه فكرة الخلود غير موجودة عجيب فكرة الخلود لم تكن في ذهن آدم هو ركب فكرة الخلود آه الخلود 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 أنت من خالدين أم أنت من خالدين ترى في خلود في خلق خالدين لا ينتهون دخلت فكرة الخلود دخلت فكرة الخلود قال له تعالى أدريك الشجرة لا يكون هي هذه هذه هي شجرة الخلد وهذا طبعا إبليس ما جاء لآدم كذا جاء قدامه وقال له يا آدم تعال ترى هذه شجرة الخلد لا الله تعالى قال فهو وسواسة الوسواس هو الحديث كما قلت اللقاء سابق أن الوسواس هو الحديث الداخلي هو الهمس الداخلي شخص لا تراه ولكن يدخل شيء في ذهنك بدون أن تراه هذه الوسوسة فإذن إبليس كان يملي هذه الأشياء ويدخل بهذه الأشياء على آدم عليه السلام فقال له هذه شجرة الخلد وهذه فرصة لملك ما يبلى ولا ينتهي أبدا واستمر على الشغل على هذه القضية ما الذي نحن يهمنا في هذه القضية نحن يهمنا في هذه القضية أمر مهم جدا في فهم أساليب الشيطان ومنهجية الشيطان الشيطان يضع الفكرة ويرددها حتى تصير في عقل الإنسان كأنها حقيقة الآن لو نظرنا نحن إلى الواقع يوجد شعارات ضخمة جدا صارت عند الخلق كأنها حقائق ليست حقائق يعني كأنها منهج حياة كأن استراتيجية حياة قضية حيوية جدا في الحياة ففي كل جيل وفي كل أصر وفي كل أمة يصنع إبليس فكرة ويبني يعني انحراف حتى يتحول إلى منهج كامل في حياة هؤلاء الناس فابتدأ بآدم بفكرة الخلود الخلود وهذه شجرة الخلود المعصية المعصية كيف سجعل المعصية هي وسيلة للخلود شجرة الخلود أنا أضرب لك اليوم مثال هي يعني مقابل الحرية كلمة جميلة مثل الخلود كلمة جميل الحرية اليوم الحرية شعار في الأمم المتحدة وفي العالم الغربي والآن الشرقي والمسلمين يتبعون الآن برضا وبغير رضاهم غصبا عنهم وبرضاهم قضية الحرية الحرية طب كيف الوصول للحرية ما هي منهج الحرية أنه يتعر النساء اللي تبغى تصير عريانة تمشي عريانة حرة ما أحد يقول لها شيء طيب الشدود الجنسي والمثلية الجنسية التي تخالف وتدمر الفطرة حرية طب الآن بدأوا يبنوا في بعض البلدان أن استعمال المخدرات حرية وبدأت بعض الدول الآن تتيح بعض أنواع المخدرات وسيستمر هذا وسيرى الناس غرائب وعجائب من استرسال الشعوب وراء معاصي خطيرة كانت عند الناس مقززة وكانت الحكومات تجرمها سيرونها تصير ممنهجة باسم هذه الحرية هذه هذه المعاصي شجرة الخلد والحرية شعار جميل الذي هو راحتكم وسعادتكم وتمأنينة الشعوب نفس القضية نفس القضية ويبني عليها وحتى تصير قضية عالمية لأنه نحن قلنا أن سنتكلم عن قضية إبليس شياطينه كيف يدخلوا من هنا يدخلوا يقولوا الوسوسة تزيين وكذا لكن قضاياه الرئيسية إبليس لابد نعلم نعلم أن إبليس هكذا يبني أفكار ويشتغل عليها ويستعمل فيها وكلائه من البشر الإبليس له وكلاء من البشر عندما نتكلم عن المسيخ الدجال سنتكلم عن الوكالة والإبليس وكلاء في كل زمان والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل الدجال يسبقه الدجالون فإذن الدجل هذا يعني متسلسل موروث شيطاني يتنامى 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 حتى يخرج المسيخ الدجال بأشد وأكمل صورة دجلية خبيثة شيطانية إنسان يعني شيطان في صورة إنسان والعياذ بالله تعالى يعني تكتمل الصنعة الإبليسية في الآدمية في هذا الدجال فهذا الدجل لا شك أنه لا زال إبليس يعني يغذي هذه الأفكار في مثل من عندهم هذه المكنة كمثل من هم اليوم يملكون التكنولوجيا الحاسوبية والتأثير عبر الإنترنت ويملكون هذه الأجهزة يقول لك إذا حاربت هذا التوجه سنقطع برامجك سنقطع موقعك سنوقف حساباتك الناس مرغمين على أنهم يمشون وراء هذا التوجه الخبيث باسم جميل بشعار جميل مثل هذه يعني إن شاء الله وصلت الفكرة قضية خجرة الخلود قضية فكرة الخلود والملك الذي لا يبلى والذي استعمله أنه جعل نفس المعصية التي هي سبب الهلاك ضد الخلود هي التي ستطردك من الجنة هي هذه يقول لك هي فأخذ يغذيهم بالفكرة الباطلة حتى وقعوا في الخطأ كما قلنا ولا نعيد فنسيا ولم نجد له عزمة إلى غير ذلك نعم نعم هذه أحد الصور في سورة هذه في الأعراف في سورة الحجر قال ربي بما أغويتني نفس المنطق السابق بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض يعني بليس عارف أنه آدم خلافة في الأرض ابن إليه هذا نعم عارف لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين يعني يعني بس أنا أبغى نزلهم هناك أبغى أجيبهم في ملعبي عارف أنا الآن في الجنة أنا بس أبغى أخرج آدم إلى إلى الأرض لأنه هناك في الأرض سأشتغلهم في الأرض هناك أبدأ لعبتي فيهم وأغوينهم أجمعين لما قال هذه الكلمة تنبه إلى معلومة أنه يفهمها ما هي أن آدم من ذريته هناك محبوبين وفي نبي وأنبياء وفي صفوة هو يعرف ويسمع هذه الأخبار ويعرف من العلوم التي عنده وأخبار الملائكة ببشارات هذه الخلافة فاستثنى قال إلا عبادك منهم المخلصين في عدة أماكن ذكر الله لا استثنى لما استثنى إبليس يا أخي هذا إبليس هذا شيطان شيطان غريب يعني عنده علم وفهم وذكاء ولكنه يعني يحرق نفسه بنفسه يعني يعرف أن هناك صفوة من العباد لا يقدر عليهم فاستثنىهم لأنه لو لم يستثنىهم خاف هو قال لأغوي أنهم أجمعين أه وإذا لا دحين يقول لي يقول لي خلاص ما تستطيع ما تقدر فيحرمني هذا فقال إلا عبادك منهم المخلصين يعني فلما استثنى هؤلاء قال له ربنا يلا اللي تقدر عليه اللي تقدر عليه سويه أخرج منها مذمومة مدحورة وفي الآيات هنا الأخرى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين في الآيات الأخرى في الإسراء قال لا أحتنكن ذريته نعم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليل برضو استثنى فما معنى هذا الاحتناك يعني قالوا الاحتناك طبعا الحنك هو في اللغة العربية هو أعلى الفم شمى حنك هذا ولذلك جاءت سنة التحنيك لا أحتنكن قالوا الاحتناك يأتي في معنين إما ربط الدابة من حنكها حتى يتحكم فيها صاحبها مثل ما يربط الخيل ويربط الجمل وغيره حتى يمكن التحكم فيه أو هو الاستئصال والقطع فتقول الجراد حنكة الأرض يعني جاء الجراد على الزرع حرق الزرع كله أكل الزرع كله فيقالوا احتنك الأرض فإبليس ناوي أنه يحتنك بني آدم أي أنه يمسك بزمامهم ويتلاعب بهم نعم ويعبث ويعبث بهم عبثا كاملا كما أن الواحد منه يسوق الخيل يركب عليه ويسوق يمين يسار خليه يجري خليه يوقف فالشيطان قال لا أحتنكن ذريته يعني أنا عارف وعندي خطة وعندي دراسة موجودة وجاهز بس خليه ينزل الأرض وكل ما تجي ذرية ولهذا من أول ما يولد بني آدم يخزه الشيطان ويكون لكل آدمي قرين كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام وأشار القرآن إلى ذلك كل مولود يولد وإذا به يلتصق به قرين من الشياطين ويشتغل عليه وهذا القرين له اتصال إداري بالسلطة العليا عنده وهو الشيطان إبليس الكبير الأول فهناك خطة على الآدميين مهما تكاثروا وصاروا مليارات فإن الجن أضعاف أضعافهم والشياطين وكلهم مجندون لمنهج ولمدرسة إبليس وإذا جئنا إلى ما بعدها لأزينن لهم يعني أضع لهم أصور لهم زينة تشغلهم الأشياء بصورة غير حقيقتها هنا السؤال يا حبيب لما هو قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتني كن نعم يعني الناس تقول طب ليش احنا تورطنا في هذا التوريطة يعني احنا كبني أدمين اليوم الإنسان يصارع نفسه ويجاهد نفسه وكفاية نفسه على الإنسان أن يكون عابد لله سبحانه وتعالى في طريق الله سبحانه وتعالى الناس يقول لماذا استجاب الله لإبليس لماذا جعل هذا الشيطان سبب في نقال لا قعدنا لهم صلاة طب ليش أراد الله سبحانه وتعالى أنه يكون هذا الشيطان عائق لنا في بقائنا على هذا الصلاة المستقيم احنا كذا كإننا نتورطنا هذا حال الناس بتتكلم أو بتسأل هذا السؤال أو هذه من التساؤلات الموجودة عند الناس نعم هذه كلها التساؤلات كل هذه تدخل في قضايا من خصوصيات الإرادة الأزلية الربانية الإلهية التي ليس لنا فيها دخل إنما هي قضايا إيمانية بحتة نعم ولا نريد أن نقع في نفس قضية تبليس الآن قبل شوية نقول نعم أنه يقول فبما أغويتني نعم أنت اللي قدرت علي خلاص أنا ما لدخل أنت اللي قدرت علي فأنا يعني أسوي لنت قدرت عليه يعني نقدر نقول هذه التساؤلات شبيهة بهذا العذر الإبليسي هي مما أوقع إبليس مما أسقط إبليس والعياذ بالله تعالى بهذا الفهم المعكوس نعم في النهاية نحن خلق لله وعبيد لله لسنا نحن الذي أوجدنا هذا الوجود ولسنا نحن الذين خلقنا أنفسنا أم خلق السماوات والأرض أم هم الخالقون نحن خلقنا سماوات أو خلقنا أرض أو نحن خلقنا أنفسنا من اللي جابنا من اللي جابك أنت صنعت نفسك بيدك كونت نفسك جيت من أب وأم من اللي جابهم من اللي جابهم من اللي جاب آدم من العدم فإذا أنت تعرف أنك أصلا موجود وهناك موجد إله عظيم وهذه أقدار وهذه أقدار ووجه لك خطاب وبعث لك أنبياء وجعل في راسك عقل وجعل عقلك هذا يستدل على الحق ويستطيع أن يميز الحق من الباطل وأرسلك لك خطاب مركب على عقلك مئة في المئة ما فيه لا زيغ ولا فيه صعوبة ولا فيه خلل وواضح بي جلي مثل الشمس في رابعة النهار وأرسل أنبياء في غاية من الإحسان والإتقان في الأداء للأمانة والبلاغ كما نرى في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا الله كل هذه القضايا بيّنها لنا وشرحها لنا بالتفصيل لأجل أن نعلم أن المطلوب منا هو الإيمان والتسليم والعبادة نعم نعرف الله تعالى بعظمته وقدرته وأزليته وقدمه وديموميته وصفاته العلي التي عرفنا هو بنفسه سبحانه وتعالى ونعرف ماذا يريد منا هذا الإله فالله عرفنا بنفسه وقال لنا ماذا يريد منا فباش تبغى أنت أكثر من هذا لماذا تروح في خانة ليست من خصوصياتك ليست من شغلك ولله المثل الأعلى يعني أنت لا تستطيع تناقش دولة في قراراتها وأنت إنسان واطن بسيط عادي تجريد أن تناقش الإله صحيح فيما هو من خصوصيته هذا علمه المكنون عنده الذي لم يعلمه أحد ولم يخبر به أحد قضية علمه الأزلي وإرادته الأزلية الإرادة قضية الإرادة صفة في ذات الإله إرادة مطلقة إرادة مطلقة نحن لا نطلع على إرادة سبحانه وتعالى لأننا عبيد ولهذا من مزالق الشيطان التي تكلم عنها العلماء وبيّنها هي قضايا الاعتراض على القدر والخوض في القدر عموما الخوض في القدر نشأ عنه جماعات اسمها القدرية وهناك الجبرية ونشأت أفكار نتكلم نحن على أن الشيطان يرمي فكرة والآدم يطورها يطورها ويصير يجيب لها أدلة ويجيب لها جدال يعني ويدخلها في جدليات يعني عقيمة لا تنتهي أبدا تمام هنا لما نقال إبليس لا أقعد أننا لهم سراتك المستقيم الله سبحانه وتعالى يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان عبادة الشيطان هل هي العبادة المباشرة أنه يعبد الشيطان مباشرة أو فيه مفهوم آخر أشأة شامل أو كامل أو يندرش تحته مفهوم الاتباع الانقياد لهذا الشيطان أن الله سبحانه وتعالى يحذر من هذه العبادة وذكرنا في اللقاءات السابقة أنه أنه الشيطان كان يريد أن ينافس الله سبحانه وتعالى أو الرب في ربوبيته وكان يبغى ناس يعبدوه أو يعيش في مظهر الرب وسوى عرش على الماء فهنا الله سبحانه وتعالى بيحذر بني آدم ألا تعبدوا الشيطان نعم لا شك هذا طموح إبليس الأخير على شيء أنه يصيروا الناس يعبدوه هذا الغاية القصوى عند إبليس الهدف الاستراتيجي الأكبر أيه أنه يوصل الناس أنهم يصيروا ويعبدوه لأنه عنده هذه العقدة ويبغي هذه العظمة يبغي يعيش هذه العظمة فهو يتدرج للناس بكل الوسائل للوصول إلى هذا إذا ما عبدوه يعبدو فكرته نعم يعبدو فكرة الأصنام التي صنعها يعبدو أفكار معينة ويعبدو فلسفة معينة المهم أنهم في النهاية يريدهم أن يوصلهم إلى درجة الكفر حتى يكونوا خاضعين لأن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة الكفر صار هو خادم لإبليس مرحلة الكفر طبعا وصار تبعا له صار إذ قال الإنسان شاء أم أباء عرف أم لم يعرف هو يخدم الشيطان والشيطان يتمكن منه غاية التمكن نعم يلعب به ويعبث به بكل أصوأ أنواع العبث والتلعب ما دام أنه هو الآن في حالة الكفر والجحود للخالق سبحانه وتعالى فهو في صف إبليس سواء عرف ذلك أم لم يعرف ذلك هو الآن في صف إبليس هذه مسألة مهمة بالنسبة لموضوع الكفر ونهي الله تعالى لنا عن عبادة الشيطان ونحن وجدنا ورأينا اليوم عبادة الشيطان صاروا بالصراحة وعيانا بيانا صار لهم يعني الله أعلم هل صارت لهم قنوات أظن لهم صار قنوات ولهم صار يعني مواقع برامج برامج ومواقع وكذا عبدت الشيطان هؤلاء الذين انهاروا أمام هذا إبليس انهيارا تاما ونحن الحمد لله المؤمنين نعرف أن كيد الشيطان كان ضعيفا يا إبليس أنت وجند كلكم اركبوا أعلى ما في خيركم تعالوا أنا أقول استعنت بالله توكلت حسبنا الله ونعم الوكيل تعال يا إبليس يا الله تعال أنت وكل جنودك على ظهر الأرض مليارات عددكم ولا بكل قواكم تعال مؤمن واحد ما تقدروا تزعزعوه إلا عبادك منهم المخلصين من خلص لله وإستخلصه الله ما يقدروا كل جيوش الشياطين هذا الملك العظيم هذا الملك الحقيقي أنك انت في حرز الله تعالى ما يقدر عليك الشيطان وجنده أبدا نعم نعم فمن القضايا قبل قضية الكفر هذه عشان ما نوصل لها نأتي لما قبلها هناك قضايا أنت أشرت إليها في بداية اللقاء القضية التي في سورة الأعراف بعد أن خرجهم الله تعالى من الجنة وتاب قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قلنا هابطو بعضكم لبعض عدو قلنا هابطو بعضكم لبعض عدو ولأ لكم في العرد مستقر ومتاع خلاص ما لكم رجع إلى الجنة إلا بالموت على الإيمان وعلى التوحيد وبعدها وجه الخطاب سبحانه وتعالى في آية في سورة العراف هنا تكرر النداء للآدميين بصيغة الآدمية يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم أربع مرات يا بني آدم نعم فكأن الحق سبحانه وتعالى هذه خطاباته لنا يا بني آدم أراد أن يذكرنا بآدميتنا وأراد أن يذكرنا بأبينا آدم وأراد أننا لا ننسى هذه القصة القضية أيوة يعني نحن الآن لماذا نحن عندنا في بودكاست كهف الآن نناقش قضية الشيطان وآدم لأن الله تعالى نبهنا يا بني آدم يا ابن آدم انت تذكر أبوك لا اللي سواه هذا الرجال اللي سواه فأبوك لا يسوي فيه المؤمن لا يلدق من جوحه المرتين من كان عدو لوالدك اليوم تعقد معه صلح كيف تعقد معه صلح وهو عدو أبوك وهو اللي آذى أبوك وهذا أمك وهذا من الخيانة اليوم أنت توالي من عادى والديك هذه خيانة لوالديك فالله تعالى يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا واري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ابتدأ الحق سبحانه وتعالى ببيان نعمة من النعم وببيان قضية من القضايا أنه من أول ما أنزلتكم إلى الأرض هم طبعا لما أكلوا من الشجرة بدت لهما سوآتهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة أنه بدت عوراتهم فإذا هناك فطرة موجودة في آدم وحوى فطرة إيش فطرة الستر فطرة العيب فطرة أنه أوه حرمة مكشوفة عيب فأصلا استحى مع أنه ما في أحد غيره هو زوجته بس عجيب ما في أحد يشوفهم إلا إبليس بعد ذاك الخصوص ما في آدميين آخرين يشوفوه كنت لحالك وإبليس أصلا أنت ما تشوفه لكن الفطرة السليمة في آدم أنه أول من كشفت عورته أخذ ورق شجر أي شيء يغطي نفسه بأي شيء فإذا هناك فطرة في الآدم اسمها فطرة الستر الشيطان أنت تبغى تتستر ينزع عنه أنت تستحي وما تبغى ستر طيب أنا سأشتغل عليك في هذه القضية ومن بدايات فطرتك التي سأبدأ أشتغل على إفسادها فالله تعالى قال لآدم أنت تحب الستر وأنا سخرت لك أسباب الستر الحمد لله شوفنا حين الآن كيف لابسين الثياب من سخر لنا هذه الصنعة العجيبة وحتى علمها الله للأنبياء كمثل داود وغيره كان منهم نساجين ومنه خياطين ومنهم يعني قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا يعني جعلت لكم من النبات وجعلت لكم من الطيور ومن غيرها ومن الحيوانات شيء من الأوبار الإبل وشيء من الجلود وشيء من الصوف كما في الآيات الأخرى تبين ذلك ولباس التقوى خلعة التقوى هي اللباس وهي السطر الحقيقي لكم ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا ابن آدم لا يفتن أنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة لا يفتن أنكم الشيطان يذكرنا نعم تبهوا كما أخرج يعني تصريح من الله أنكم فكروا في القصة هذه كثير راجعوا أنفسكم كثير لا تنسوا خلوا دائما هذه القضية نصب أعينكم لا تنسوا عداوة الشيطان لأبيكم آدم لا يفتن أنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة أول شغلة سواها ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم نعم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين إذن قضية نزع اللباس قضية كبيرة ضخمة وهي أحد أحد الصنايع التي اليوم الشيطان بلغ فيها مبلغا من البشرية باسم الحرية كذلك باسم الجمال باسم يعني تستغرب اليوم المواقع هذه التي في الأجهزة وفي الجوالات وفي هذه ما يقاد تفاتح مقطع تسمع درس تفسير طلع لك صورة وحدة تتعر وصار التعري يعني موضة نعم صار يعني الرجل يطلع عشان يتعرى المرأة تطلع في الشاشة عشان قدام الكاميرا تنزع لا إله إلا الله كأنك تشوف إبليس كأنك تشوفه الشيطان كأنه جالس قدامه صح تطلع مرأة تحط كاميرا قدام نفسها ولابسه وتقول بثوبها هاكل اشهد ينزعوا حتى تشوف التعبير الرباني كيف ينزعوا عنهما لباسهما نزع خلع منهما العياذ بالله تعالى فصار هذه منهجية التعري هي منهجية شيطانية إبليسية وتفشي على عندما ترى مظهر التعري تعرف أن الشيطان أين وصل من الإنسان يعني تعرف الشيطان أين هو الآن أين وصل الشيطان من الآدميين الآن في مستوى التأثير عليهم شوف التعري أي شوف التعري إلى أين وصل تعرف أن هناك تحكم أن هناك غواية وفتنة حقيقية وصلت إلى مرحلة عالمية وصلت إلى مرحلة عالمية كبيرة جدا صارت مشرب ومذهب ومنهج وحياة وحرية وشعار وصار الذي يخالف ذلك المذموم صار الذي يخالف ذلك هو الغريب وهو المتخلف وهو الرجعي إذا رأوا المرأة المحجبة إيش هذا كيف إذا رأوا الرجل محتشم إيش يسوي هذا بلغ هذا الشيطان طبعا مبلغ من الناس إلى أن أفقد بعض الناس بشريتهم يعني يوجد أناس يعني في الغرب وصلوا إلى مرحلة أنه يقول لها مرة شفت في برنامج أنه سفينة كبيرة يعني الناس تسافر فيها رحلة سياحية لكن إيش شرطها لازم كلها ملطع لقول أخواننا المصريين يعني كلها على العراء عري كامل يخي وفيهم كبير السن وفيهم العجوز والشاب إيش هذه القذارة ويقول لك أنا أشعر بأنني مجرد حر إحساس جميل إيش هذا الإحساس الجميل خراب 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 في الفطرة إفساد في الفطرة إلى أبعد الحدود ينبغي للمسلم المؤمن ينبغي لمن يقرأ كلام الله ويسمع مثل هذا الكلام ويسمع الرجل والمرأة بعد أن يسمع هذا الكلام يعرف أن الحشمة جزء من الفطرة وأن الشيطان يبدأ في تخريب هذه الفطرة يعني يهدم فطرة الإنسان شيئا فشيئا نحن لما نتكلم عن الفطرة طيب يعني هذه الفطرة إيش تأثيرها آه تظن الفطرة هذه أنه بس نوع منها حياء إنساني لا الإنسان كيان قالب تكوين هذا التكوين الإنساني هو أبدع كينونة مستعدة لمعرفة الله نعم فطرة الإنسان الطبيعية خلق لأجل أن يكون عارفا بالله رفيع المستوى خليفا عن الله في هذا الوجود حتى أن الملائكة تقدره وتحبه وتعظمه وتجله وهي ملائكة السماوات وحملة العرش يعظمون هذا الإنسان الذي يمشي على ظهر الأرض بفطرة سليمة مستقيمة كل مولود يولد على الفطرة لكن التخريب هذا الذي يحصل والإفساد الذي يحصل في الإنسان هكذا يقول لك يعني إيش يعني أنا لو مرأة تقول يعني أنا لو فسخت عبايتي ولو تكشفت هذا يعني يضعف إيماني أخنا مؤمنة لا لا فيه خراب في الفطرة نعم فيه خراب في الفطرة إذا جينا للتحليل والتشخيص والتمحيص فيه خراب في الفطرة على قدر التكشف فيكون هناك تخريب من ناحية التكشف تخريب من حيث تغيير خلق الله تغيير خلق الله هذا مشروع ملف كبير سنتكلم عنه إن شاء الله نعم لأنه سيأتي الحديث عنه في نفس هذه الآيات في غيرها نعم تخريب في الفطرة من ناحية العلاقات وتفكيك الصلاة بين الآباء والأمهات والأرحام تخريب للفطرة من نواحي كثيرة جدا يهدم الإنسان في يهدم الشيطان في الإنسان هذه الفطرة المرأة تلبس الثوب القصير والرجو تلبس الثوب الطويل التخريب في الفطرة تشوف النبينا صلى الله عليه وسلم إلى فين وصل في تنبيهنا ما يقضي التعري وقضايا لا 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 النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يشمر الإنسان كم ويترككم ذكرت أظنني هذا في سابقه نهى أن الإنسان يشمر في البنطلون في سرواله يشمر رجل ويخلي رجل فحتى أن الواحد لو لبس ثوب هنا لون وهنا لون هذا مكروه وإلا ثوب في كم وهنا ما في كم هذا مكروه وكم تشوفوا الآن هذا في الشاشات موضة 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 قضية الموضة هذه يعني قصة من قصص من القصص التأثيرات الشيطانية على الناس وبعض الناس يقولون يسمعون مثل هذا الكلام يقولون هذه مبالغة أنتم تبالغون يا أخي هذه أفكار ناس ناس كذا عندها أفكار سوى شيء يسمى موضة نعم والشيطان هذا كان نايم في بيته لا 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 الشيطان يصنع فكرة والآدميين يشتغلون على تطويرها ولهذا هناك ملمح يعني ملمح عجيب ذكرت في أول الكلام أن الملائكة الله آتاهم ملكة علمية محدودة على حسب كل ملك في وظيفته لكن الآدميين جعل الله فيهم صفة الاستعداد للعلم علم آدم الأسماء كلها فالآدميين عندهم استعداد للعلوم كلها ويركبوا العلوم وقل ربي زدني علمه والعقل الإنساني عنده ملكة أن يركب علم في علم فيستخرج علم وأن يستكشف وأن يفحص وأن يتوصل إلى كثير من الحقائق لكن الشيطان يصنع هذه الأفكار ما يجيب للإنسان ملف فكرة مدسوسة خبيثة توافق هوى الإنسان مع عبث بفطرته وإذا بهذا الإنسان استحلى هذه الفكرة وبعد أنه خلاص يخدمها بطريقة علمه بطريقته البشرية لأنه هو بشر لذلك كان للشيطان يوكلاء وهم الدجالون والسحر والدجالون الذين تمكن منهم الشيطان حتى صار يتصور لهم حتى صاروا يجتمعون به مباشرة حضوريا هكذا يتمثل لهم كما تمثل لمشركي قريش وجاء وجلس معهم وجلس معهم وتكلم وصفق لهم كل حاجة فإذا هناك مستوى من الناس يبلغون إلى درجة الاجتماع اليقظة في الشيطان كما أن لله عبادا يرون النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وفي اليقظة وتتنور بصائرهم ويكاشفهم الله بحقائق كذلك جماعة الشيطان زمرة الشيطان لها فتوحات شيطانية ولها أحوال ظلمانية غريبة وخوارق عادات ربما هذا سيأتي في الدجل والكلام عن الدجل فهذه قضية ينبغي للناس أن يتنبهوا لها ويعرفوا أن كثير مما يجري في الواقع هي من مشاريع الشيطان من مشاريع إبليس لأن هذا يفسد الفطرة وإذا فسدت الفطرة ستسترسل حتى تصل إلى مرحلة الكفر وإذا وصل الإنسان إلى مرحلة الكفر إبليس خلاص هذه غاية أبغى كثر جيراني في نار الخلود أن إبليس مخلد في نار جهنم ويبغى كثر جيرانه ويبغى يعني بقدر ما يستطيع يأخذ من بني آدم أكبر كمية من الآدميين ليكونون جواره والله سبحانه وتعالى قال له استفزز من استطعنت منهم ما أدأ عن الوقت عادة يسعى أن ندخل في هذا الموضوع أو نحيله المشروع الإبليسي كأنه اتضح لنا من هذه الآيات أما تفعيل هذا المشروع الإبليسي بداية تسلط على الإنسان إن شاء الله يتضح معنا في اللقاء القادم بإذن الله مع بداية أول مشكلة أو فتنة حصلت في بني آدم القصة ما بين هابيل وقابيل إن شاء الله نناقشها في اللقاء الآخر شيري يا عائة الله شكرا